منت بالربيع العربي أيضته كما ذكرنا والآن المشهد على النحو التالي هذه الانتكاسة الكبيرة في سوريا الانتكاسة الكبيرة في مصر في اليمن ألا يبدو أن الأوضاع كانت ربما تكون أفضل لو لم يحدث هذا الربيع العربي برأيك؟ لا لا كان لابد أن يسير هذا الربيع العربي هذا ربنا اللي بعد هذا طبيعة الناس كانوا بيغلوا في مصر قبل حتى ما تقوم سوريا أنا كنت أشوف الشباب وهم وأنا بدأت الشباب ده هما لسه قبل ما يعلنهم كنت أنا في في الأزهر وقد اختاروني عضوا في مجمع البحوث وكبار العلماء وكنت مذهب وأشوف الشباب دولة وأنا راجع من الأزهر ورايح إلى فندق المريديان وكان معا الشيخ سلمان للعودة كلما يذهب إلى مكان يجد مغلق يقولوا الشباب نروح مكان تاني يجد مغلق يعمل والشباب شفوني يقوم بيجرم ويقولوا يقولوا يقولوا أقوياء يثبتهم ما تيجد تنزل معنا يقولوا والله أتمنى لكن أنا معكم ليش ما نزلت معه وفعلا قبل ما أمشي ألقيت تصريح لمجلة لجريت الشروع أنا مشيت يوم الخميس من مصر ونشر يوم الجمعة قلت لهم اثبتوا ولا تتخلوا وكان هذا من وبدأت أسر إلى الجزيرة في كل يوم أزر نعم كنت معك في برة من المرات الحاسمة شيخنا اعتذرت للسلفيين في موضوع حزب الله لعلماء السعودية وقلت أنك أخطأت أنهم كانوا يعني أصحاب نظرتهم كانت أصح ألا يمكن أن يحدث هذا الأمر مرة أخرى مع بعض المدارس السلفية التي ترى بعدم وجود وجوب الخروج على ولاة الأمر وأن هذه الفتنة التي كانوا يخشونها إنما حدثت اليوم هذا السيل من الدماء ألا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر لا 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 في الناس في السلفيين أيضا يعني هم مثل الشيعة بس بالتضاب هذا لا يمكن يعني ومنهم خرجت القاعدة ومنهم خرجت داعش وخرجت من مثل هذه الأفكار السيئة التي تحارم العالم وتقتل الناس بطريقة غير هؤلاء لازم نبين أنهم أخطأوا وأنهم لم يحسنوا فهم الإسلام ولا بد أن يعني نفسر الإسلام التفصيل الصحيح الذي تقوم عليه الحياة الحياة الآن ما عادش الإنسان يستطيع أن يعيش في زوية الوحد أو كل ركن في العالم ما عادش يمكن هذا العالم أصبح تقدر تلف في العالم كله وترجع إلى المكان الذي أنت فيه والدنيا تغيرت ولازم كل واحد يأخذ حقه الإسلام الذي ندعو إليه هو الذي يسير بالعالم لأنك تعطي الناس حقوقهم أول ما تريد أن تقيم الإسلام في الأرض اعطي الناس حقوقها ما تقول إسلام وتسيم الناس ما يتم الجوع أي إسلام هذا لا يرضى هذا لا سيدنا عمر ولا سيدنا مبكر ولا محمد رسول الله سيدنا عمر لما جاء الرجل يشتكي يعني سيده ما بيأكلوش قال له إذا جهي يشتكي مرح اقطع إيدك إنت يعني و لما الناس قامت المجاعة أوقف الحد الحدود إنما تقوم عندما يأكل الناس الجائع يأكل والخائف يأمن وكل واحد يأخذ حقه من غيره هذا هو الذي يأخذ عليكم بعض الناس أنك أنت والشيخ سلمان العودة ومجموعة من العلماء والرموز والدعاء كانت لكم علاقات جيدة مع الحكام الذين ثارت بلدانهم ضدهم القذافي بشار الأسد زين العابدين وامتدحتم وامتدحتم بعضهم في فترات قريبة وحكام بلاد الخليد أنا كنت قريب جدا من الملك عبد الله الملك فهد دعاني ابنه عبد العزيز العبد العزيز دعاني في أحد الرمضانات يعني وقعت لي أنه قلت له ده أنا في رمضان بقى أقودي الناس بقى أصلي وكذا قال لي نحن عزينك أخذ أربعة أيام يعني قلت له خلاص باقي ونحت هاقي وسلمت على حكام الخليج لم تقم ضدهم ثورات أنا أقصد بشار الأسد زين العابدين القذافي ولكن هناك ناس تقول عنهم ما تقول وبعد وسلمت على أمير فهد وبعد ذلك ويجي الأمير عبد الله دعاني وقال كنت الله تعبان ولكن قلت والله لازم أذهب وذهبت وسلمت على الشيخ دكتور عبد الله التركي قدمني له وقال له الشيخ رضاوي كان مريض ولكن أصر على المجيد وصلت وصلت ودعوتك قال لابد أن أكثر المرض وأحضر وقال له يا أخي وليه تسيبوه مريض ما عندنا مستشفياتنا لماذا لا يعالى هذا الملك عبد الله الملك عبد الله أنا أدعوه أنا أدعوه أن نطلع من هذا المثمر يذهب إلى ذهبت فعلا إلى وقال لك حاجة ثانية حتى قال الشيخ الدكتور التركي قال له بعد ذلك نزود يعني كان وكان علاقة هذه العلاقة مع الحكام شيخ ما تخلق شبهة ألا تخلق شبهة العلاقة مع شخصية عالم السلطان أو علماء السلطان لا كلام ده لو بمشي عشان أقول كل اللي يعمل أقول هذا لا يحصل مني أبدا لا أقول على كل ما يقوله للحاكم أنا الشيخ حمد من الخليفة وهو أمير جاء بريز وسلم عليه وتعوى أنا قلت على المنبر أن الذين سلموا على بريز يجب أن يغسل أديهم سبع مرات إحدى هن بالتراب يتطهر زعل عليك الخنزير زعل عليك وانت عندك علاقة معه لا بالعكس لما رأيت قبل قبيل العيد رأيت بعد العيد وكان يوم سلم علي وقال أنا والله غسلتهم 14 مرة شيخنا في نهاية هذه الحلقة وقد تجاوزت التسعين ومسيرة طويلة من العلم والدعوة والعمل والمواقف السياسية والصراعات والجدل وإنتاج أكثر من 150 مؤلف أكثر من 200 أكثر من 200 وعند 50 جاين الآن المجموعة التي أعدها فيها ستكون حوالي خمسين مجلد ماذا تود أن تقول بعد هذا كله للناس للذين أحبوك وتبعوك والذين خالفوك وهاجموك للذين اتفقوا واختلفوا معك والله يشوف أولا أنا متصدق بعرضي لكل مسلم أي مسلم صادق في إسلامه وهاجمني لأنه لا يعرفني أنا مسامحه إذا لم يكن عميلا لشيوعية أو الشيعية أو مذهب باطل أو إذا لم يكن عميلا وكان ينطلق من نفسه أنا مسامح للجميع وأنا أقول للجميع أنا في هذا كله والله لا أصدر إلا عن كتاب الله وسنة رسول الله وأخلاق الصحابة وأفكار الصحابة الأمة الإسلامية الأولى في القرن الأول خير القرون القرني ثم الذين القرن الأول هم الذين نستفيد منهم ونقتبس منهم نحن ندعي الأمة إلى إسلام الأمة الأولى ليس يودد إسلام إلا إسلام الأمة الأولى أعظم آية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الإسلام رحمة للعالمين جميعاً لهذه الدنيا كلها الشرق والغرب والعرب والعجم كل الناس جاء الإسلام لخدمتهم جميعاً ونحن علماء المسلمين إذا كنا علماء حقاً ندعو بالقرآن وبالسنة ونتعلم من علمائنا الكبار وهم أهل لأن يعلموا العالم إذا كنا حقاً بهذا الدين علينا أن نتمسك به وندعو الأمة إلى تمسك به أن تستمر الأمة في تمسك بهذا الإسلام ولا تجز عنه والله لن يحيى الأمة من مواد ولن يجمعها من شتات ولن يوقضها من سبات إلا هذا الدين إذا أحسننا فهمه وأحسننا الإيمان به وأحسننا العمل له وأحسننا الدعوة إليه وأحسننا تدميع الأمة كلها عليه إذا أحسننا هذا سنصل إلى ما نريد نصفه أمة الإسلام وكذلك لعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا